أروح بحضرتك لمبارات الأهلي والهلالي أستاذ عسام برضو كلمات عن هذه المباراة من وجهة نظرك في ظل صعوبة هذه المباراة بعد كاس العلم للأن شوف الراجل كولر يعني أعطى شارط أنه الفرق الكبرى ما عندهاش مباريات سهلة إذن كل مباريات يصعب استسهلة يعني بسيطة ما تستبسطهاش وبالتالي هو شغال في السكة دي هو بيحط مبدأ أن سكواد النادي الأهلي بدل ما تستنى كما حدث يعني مع الموس قبل كده أنك تستنزف كل الأعمدة الفقرية يعني بتاعتك إلى أن يعني العظم يخبط في بعضه الراجل بقى شغال على لعبة أحدث شوية بدنيا مع الناس اللي معاه المخزون اللياقي يعني إسلام ممكن يتعب إمتى وبالتالي بيتدخر إسلام وبيتغر عصام وبيتغر زهيري وإلعب عمر وآخرين علشان السكواد كل بقى واحد كما حدث في فريق أنت مثلته كل مركز فيه اتنين لتلاتة بيتقطعه فريلات بعض عشان تسمعه أول حداشر لكن اللي بره دول هم الاحتياط الاستراتيجي وعايزك تكسب لأنه خلاص فيه مقياس لفريق كبير عنده أكتر من منافسة الراجل ده عمده وطبعا البطولة كانت كشفة لكن هو هيشتغل على لعبته واللي مش بيصدق أنه حتى لو الناس لي حق تقول وكان لازم يجي فرود وكل حاجة لكن الراجل عملي اللعيبة اللي كان بيتقلع لهم هيمشوا مع راحة مع سيستم عادل من مدير فني أوروبي حديث هم اللي وقف على رجلهم وعيد تدورهم وعيد تدورهم أعتقد أنه ممكن يكون بيفكر في ماتشي للقلب الصورة دي لكن مش هيفكر دلوقتي في فكرة الشهر ستة أو سبعة وفترات الانتقال يعني لكن ممكن الراجل ده ما تستكترش أن يكون ناسه شغالة على يعني بحثيات ربما يدور على بنقول مثلا مهاجم سفاح يدور على مهاجم فتك تحت السن يعيش معاه الشهر ستة إن أمكن اللي هو ممكن يعني أو سفحت تحت التمرين أو سفحت الله يعني ضمن منظومة تحت السن تقدر على رأس كل شهر تسجل فممكن يكون بيفكر كده لكنه لن يهدر اللعيبة اللي معاه ومحدش يصدق أبدا أن الراجل ده من هو اللي بينقلب على لعبين خالص أستاذ جمال أسمع منك برضو طبعا المباراة مهمة جدا هي بداية افتتاحية مباريات النادي الآلي في بطولة جديدة من بطولات دوري أبطال أفضل أو في دوري المجموعات وبالتالي هي مهمة جدا لأن هي دي بداية الدائرة اللي النادي الآلي دائرة الانتصارات اللي النادي الآلي بيبقى فيها هو بيوصل كاس العلم للأندية خلاص نقفل على كاس العلم للأندية دلوقتي أنت عندك أهم حاجة دوري أبطال أفريقيا الدوري العام ودي نقطة كمان مهمة جدا يعني أول خطوة هتخطوها أمام الهلال السوداني صحيح فريق محترم ولو تاريخ مع النادي الآلي لعبه عشر مرات تقريبا كان الفوز أربع مرات واربعة تعادل لصالح النادي الآلي ثم فوز الهلال مرتين يعني هو فريق يعني لابد أن يعمل حسابه جيدا وهي مباراة تعتبر هي الافتتاحية بعد تأجيل مباراة القطن الكاميروني مهمة قوي أن النادي الآلي جاي من نشوة اللعب في كأس العالم للهندية فمحتاجة ننزل شوية بقى بسقف المنافسة أن أنت دلوقتي عايز تحقق أفضل نتائج وتعدي مباراة دوري المجموعة وتبتدي مشوار جديد للوصول مرة أخرى إلى كأس العالم للهندية بإذن الله واللي أنت ما قدرتش تحققه المرة دي إن شاء الله المرة جاية تحققه ويمكن أنتو يعني اليومين الفترة اللي فاتت أنتو غطيتوا كل ما له علاقة بكأس العالم للهندية بتحليل الفن دي اه بتحليل الفني أنا شايف برضو إجمالا أنه النادي الآلي كان قريب جدا أنه يحقق نتائج أفضل يعني خاصة أمام ريال مدريد وأمام فلامينغو لو لا الظروف والسيناريوهات اللي احنا تفرجنا عليه يعني في الدقائق الأخيرة بيحصل عدم تركيز شوية خلاص كل ده عدى لن أفكر في اللي جاي في يوم السابق لا فقط بقول إن هي ما هيش عيوب فنية خطيرة خالر عدم تركيز فيه فترات معينة كان ممكن تحقق نتيجة أفضل لكن إجمالا أنت الرابع على مستوى العالم ده إنجاز ده يرفع ترتيب النادي الآلي على المستوى العرب وردي رفع سيد جمال فرق لابت يا جماعة فرق لابت أربع متشاط في عشر تيام واحد يقولك بطولة طرفية اللي ودى ريال مدريد وفلامينغو يا جماعة برضا سيد جمال برضا سيد جمال مهم جدا التقارب المواعيد المباراة وعيد المباراة بس ولما تسافر بباص وحضراك نجم الكورة لكن أنا بتكلم بعد بقى العودة هنرجعنا هون هتلعب مباراة الهلال بعدها بتلات تيام مباراة أخرى ما عندناش مشكلة إذا التزموا بمعايير وأنا معجب جدا ان الألم يهدل بداله لأنه هيبقى مصر على اللايحة تلات تيام جوة واربعة برة غير كده ما ظنش ان الألم يمكن يوافر وبعدها كانت بطولة بعيدة خالص عن اهتماماتك السنة دي وربنا رجع عالك آه دي كاس العالم يعني كاس العالم آه نحن نتمنى بقى يعني ده ربنا رجع لك حقك شوية طبعا على النهاية نتمنى بس مباراة الهلال يبقى فيه تركيز جدا وأنا بشوف كمان انه ده مهمة أوي حتى لا تتكرر سيناريوهات مرفوضة بعد العودة واستئناف الدوري كل التركيز في المباراات اي ليه ما تخليش بقى الدنيا تسرسب تسرسب منك اي تحت اي مسمى وكولر عنده تتكلم عن الفترة اللي جاية السابعة اه طبعا سواء افريقيا او دول بالضبط انت عندك متشاط في اتجاهين اقوية جدا كلهم متشاط صعبة اه وكلهم متشاط صعبة فلابد من التركيز الكامل طيب اشتركوا في القناة